قاعدة جليلوت الاستخبارية وفيها الوحدة 8200 لجمع المعلومات وتحليل البيانات هذا هو الهدف النوعي الذي كشف عنه أمين عام حزب الله حسن نصر الله والذي تحقق ردا على اغتيال قائده العسكري السيد محسن في الضاحية الجنوبية لبيروت باعتبار القاعدة مسؤولة عن الاختيالات التي تحصل نصر الله أكد أن الرد انتهى داعيا للنازحين إلى العودة إلى منازلهم هذه قاعدة أساسية لمخابرات العسكرية الإسرائيلية شبك لشعبة أمان وتتواجد فيها وحدة 8200 وهي الوحدة المعنية بشكل أساسي بالجمع العلني والتنصت والسايبة والتجسس وفيها تجهيزات فنية ضخمة وعدد كبير من الضباط والجنوب في المقابل كان رد إسرائيلي على رد حزب الله زنار ناري من حوالي أربعين غارة طاولت مناطق حرجية ومفتوحة في ثلاثين بلدة جنوبية يقع بعضها شمال الليطاني اعتداءات دفعت إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ الوزرية وسط تشديد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي أولاً وتطبيق القرار 1701 الذي تم إقراره إثر حرب تموز 2006 أعداد النازحين ما زادت الغارات والاعتداءات اللي صارت حجراً كانت على وديان وجبال ولكن أكيد نحن نتوقع إذا توسعت رجعت أنه خنية الطوارئ في كل المناطق عم بتفعل طرفين أكدوا أنه تم وتم بنجاح وانتهى أنا ما عمقول صرنا بالسليم بس المفاوضات اللي عم تصير بالقاهرة اليوم كمان بالتوازي مع اللي صار أنا بعتقد خلال 24 ساعة القادمة حتعطي جو إيجابة أكتر باختصار رد حزب الله ورد إسرائيل على الرد جولة طوت مرحلة مفصلية حصلتها سقوط ثلاثة عناصر اثنان من حزب الله وثالث من حركة أمل فيما جولات مقبلة مرتقبة من ضمن إسناد غزة في حربها الطويلة بفارق 26 يوماً رد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر رد جنب لبنان حرباً واسعة لكن ردع إسرائيل ومنعها من تكرار استهداف الضاحية واغتيال القادة يبقى رهنة اعتداءات المرحلة المقبلة أما المؤكد فهو أن الطرفين حزب الله وإسرائيل تبادلا رسائل ميدانية مفادها أن أي منهما لا يريد انفلات التصعيد تردع بحنة قناة الغد بيوت ترجمة نانسي قنقر